موسيقى احبائي ساعد لي صباحكم صباح النور صباح الورد صباح الحب وصباح الود اتمنى يلقيكم بصوت يباح لعوقاتكم اعتدل عن الغياب بارح كان من المفروض اسجل لكم لكن ادري كيف سرق مني اليوم لحقت الربعة ووجدت اني متأخرة فا ما سجدتش موجود موجود الموت موجود ودعو اليوم ساقسم الى جزئين حتى تفادى مضيعة الوقت ونعمل مونتاج واحد فاللي حبي يمر لسؤال ثاني يمر ليه مباشرة بعد دقيقة 12 السؤال الاول هو لسيدة تدعى حياة مصطفى وكانت سألتني فيه كذلك سيدة اخرى تدعى اعمال شابر انا اتذكر اسمها شابر كانت سألتني فيها منذ ما يزيد عن شهرين او اكثر ثلاثة اشهر ممكن انا اعتدر من منكم من الثنين انا اجد ان السؤال مهم ولكن لا ادري كيف ما برمجتوش المهم السؤال هو كيف نتعامل مع العقم كلمة العقم هذه انا محذوفة بالنسبة لي حتى نحن هنا ممنوع منعا باطلا على اي شخص مهما كان مجاله ان يتفوه بكلمة العقم لانه علميا ليس هناك اي انسان عقيم مفيش عقم بيولوجيا مفيش عقم ليس هناك ولا رجل في العالم ولا امرأة في العالم عقيمة لان العقم عند الرجال معناه غياب مطلقة لانتاج الحيوان المنوي وهذا مش موجود والعقم عند المرأة معناه كذلك غياب مطلقة لانتاج البويضات وهذا مش موجود فكلمة استغيل او عقيم كلمة غير صحيحة ولا ينبغي ابدا استعمالها اكيد اكيد انه في الكثير من البلدان تستعمل كلمة عقيم وتستعمل في ابشع الصور يعني يقال للناس كلمة عقيم او عقيمة بابشع الصور وهذه اشد كلمة قاسية على امرأة لا تنجب احنا نسموها عندنا اهنا لانفاختلتي لانفاختلتي لما نترجموها باللغة العربية معناها عدم القدرة على الانجاب بسبب اختلال معين سؤال الثاني هو حول كيف اتعامل مع توأمي حين يعود توأمي عادة البالحة وكلمني ولا ادري كيف هو الجيبه رومانيا جاوبت يعني في كثير من الوضوهات ولكن احنا نضع لكم لينكات في صندوق الوصف ورح نعطيكم ايجابة مختصرة اليوم طيب منسبة الحياة حياة مصطفى وامار اولا ليس هناك سبب نفسي لانكم اسألتوني لاثنين قلتوني هل هناك سبب نفسي لعدم الانجاب ليس هناك سبب نفسي لعدم الانجاب كل النساء من دون استثناء كل الانافي من دون استثناء حتى عند الحيوان مبرمجة لكي تنجب بيولوجيا مبرمجة بيولوجيا احيانا الميكانيزم ما يسمى بلوسيستام غوكوديكتيف او نظام النظام الانجاب هذا يتعطب بسبب ما اذكركم اهم الاسباب في العالم بأثره لتتكرر حول عدم الانجاب بالنسبة للرجل وعدم الانجاب بالنسبة للمرأة عدم الانجاب بالنسبة للرجل مختصر في ثلاثة امور رئيسية اولها هو لازوسبرمي ازوسبرمي هي ضياب تام للحيوانات المنوية في السائل المنوي يعني هذا الرجل يروح للمخبر يعمل تحليل ياخذ ايشانتيان او جزء من السائل المنوي يعملولو يشوفوه بالميكروسكوب ما يجدوش فيه اي حيوان منوي ولا شي سفر يعني الازوسبرمي سببها الرئيسي سببها الرئيسي هو ما يسمى ما هي هي تشوه سواء جنيني حصل للرجل هذا لما كان جنين في بطن امه او تشوه بعد الولادة يعني حصل لهذا الرجل لما كان صغير مثلا حصل له انفكشن ولما داوش الانفكشن بصورة جيدة فنغلق له المسار الناقل للحيوانات المنوية لانه لغاية هذا المسار عند الرجل الطويل يعني طويل نوعا ما فيه اكثر تقريبا 15 سنتيمتر يعني 15 سنتيمتر اذا كان تغلق منها ما يعادل سنتيمتر واحد فالحيوانات المنوية مش راح تمر فا تصحيح سوري الحل بالنسبة للشخص عنده هادو سبارميا حتى الروح مباشرة للهدف الحل بالنسبة للرجل اللي عنده هادو سبارميا هو انه يعمل بيوبسي ويخرج له الحيوانات المنوية مباشرة من الخساطين بوسطة حقنا يعني عادي يعني اذا الرجل مثل اكتشف او حتى المرأة اكتشفت انا انا زوجها ما عندهش حيوانات منوية في السائل المنوي فما تخافوش هناك حلول علمية اليوم هناك حلول طبية يعني تعملوا ما يسمى بتلقيح تلقيح ياخذوا يعملوا ذا الرجل بيوبسي والحيوان المنوي يحطوا 72 ساعة حتى يكمل النمو لانه لما يخرجوهم الخساطين يكون من دون ما يسمى بالذيل الذيل هذا اللي هو سهله الحركة الذيل عند الحيوان المنوي هو المكلف بالحركة هو اللي ينقل الحيوان المنوي من مكان مكان وراس الحيوان المنوي هو اللي فيه كل المادة الوراثية الجينية يعني الكروموزومات الى اخرين لديان دولوم يعني اديان الرجل فالعملية بسيطة قبل ما يعملوا اندوكشن للمرأة يعني يعملوا تبويض استناعي للمرأة يعطلها ادوية حتى تنتج بويضات اكثر في ذلك الشهر ثم يعملوا بيوبسي للرجل تقريبا قبل ما ينحلوا البويضات او قبل ما يشيلوا البويضات من عند المرأة بيومين او ثلاثة يشيلوا حيوانات منوية من عند الرجل من مباشرة من الخيسيطين ما يمروش عبر الإغاث يروحوا يخرجوا كما قلت الان حيوانات منوية كمية منها من الخيسيطين مباشرة يحطوهم في جو يعني تغذية يعني ثلاثيين ثلاثيين وليوم الثالث كذلك ياخذوا حيوانين او ثلاثة يعني احسن الحيوانات المنوية اللي يشوفوها ناشطة وتتحرك بسرعة ياخذوها بحقنة ويحقنوا البويضة تبع الام او الزوجة ويخلوها تتلقح يعني عادي هذه العملية اكيد مكلفة لهنا في كندا كانت مغطاة من طرف نظام الصحة عندنا في احدى المقاطعات ثم في كيبك ثم مؤخرا نعتقد انهم وقفوا يعنيها مكلفة عندنا تقريبا تعمل حوالي 14 او 15 ألف دولار في البلدان العربية ممكن تكون اقل اعتقد في تونس يعملوها بما يقارب مثل ثلاثة الى 4 ألف دولار طيب هذا بالنسبة للأزوسبرمية فاذا هناك حل للأزوسبرمية لا تقطعوا الامر اما بالنسبة للمشكلة الثانية اللي يعانوا من الرجال هو ما يسمى باللاستينو أزوسبرمية معناها حيوانات منوية قليلة وضعيفة قليلة في السائل المنوي يعني اقل هي من المفروض تكون تقريبا اذا معلوماتي ما راحكش تقريبا 12 مليون فاذا كانت اقل من اعتقد من مليونين فنقولوا ان هذا الرجل ضعيف جنسيا او ضعيف ومش جنسيا ضعيف في منقص الانجاب فاذا اذا كانت الحيوانات المنوية قليلة من حيث العدد وما تتحركش بسرعة او ضعيفة حركتها ضعيفة فهذا الرجل عنده مرضين في نفس الوقت عنده ضعف في الانجاب يعني الحيوانات المنوية ضعيفة وعنده كذلك نقص في الانجاب لانه عنده ازوسبرميا فعنده ازوسبرميا واستينوسبرميا يعني المرضين الاثنين اوكي هذا كذلك نفس الشيء نحط الحيوانات المنوية في محيط التغذية ثم ناخذ اقواها ونعمل تلقيح للمرأة او الام اخر مرض يعاني منه الرجال بصورة كبيرة وهو الاستينوسبرميا 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 هي ضعف بمعنى ان هذا الرجل عنده حيوانات المنوية كثيرة ولكنها ما تتحركش مش قادر انها توصل للبويضة يعني حتى لو حاولوا هذا الناس هذا الكابل حاولوا لا ادرينا عشرات السنين مش رح يولدو مش رح يكون عندهم طفل او طفلة لماذا لانه الحيوانات المنوية ما توصلش ما تدخلش ما تطلعش وقناة فالوك وما توصلش للبويضة لانه البويضة لازم لازم اقوى الحيوانات المنوية اللي وصل لها هو اللي لقحها كذلك نفس الشي بالنسبة للناس اللي قالوا لكم الاطباء انه زوجك عنده استينوسبرميا فما تضيعيش وقتك يعني في الادوية الى اخره اذا كانت عنده استينوسبرميا بمعنى حادة فلازم تروحي مباشرة تعملي اي بي اف يعني تلقيح استناع كل ما كانت المرأة اصغر في عملية التلقيح كل ما كانت النتائج احسن يعني ممكن تنجح لها من اول مرة وتولد توقم وخلاص انتهى الامر بالنسبة للمرأة المرأة اكيد مشاكلها كثيرة لكن اهم مشكلة تعاني منه المرأة مشكلين اثنين في العالم باسرح كذلك اولا انسداد قناة فالوب نفس الشي بالنسبة للرجل اللي عنده ازوسبرميا قنوات فالوب عند المرأة اذا كانت طفلة صغيرة عملت انفكشن والام انتحها ما شافتش وما داوتهاش فهذا الطفلة هذه الصغيرة رح ينغلقوا عندها قنوات فالوب ولما تكبر مش رح تقدر تنجب للاسف لماذا لانه قنوات فالوب عندها يكونوا تغلقوا نزدوا تماما فالبويضة متنزلش فالحل بالنسبة لهم هذو هو عملية كذلك جراحية بسيطة في يوم واحد تقومي بها اسمها السالبينوغافي هي عبارة على الراديو تروح يتعمله يحطونك واحد المحلول داخل قناة فالوب ويشوفوه لما ينزل الرحب ويتقير للرحم ويتأكدوا ان القناة تنحلت تفتحت قنوات الاثنين يعملوه المشكل الثاني اللي تعاني منه المرأة بالاضافة الى هذا المشكل هو ما يسمى بتكيّس المبايد تكيّس المبايد هذا كذلك مشكل شائع في العالم بأسره يعني عندي امرأة خصبة بستطاعتها ان تنجب ولكن مشكلتها هو انه عندها مبايضها يبيض يعني تبيض هذه المرأة بصورة اكبر من العادي مما ادى الى ماذا؟ الى صغر البويضات ثم هذه واحدة ثم الى تكون ما يسمى بالتكيّسات داخل المبايد يعني كل النساء اللي يعانيهم من تكيّسات المبايد عندهم over ovulation بمعنى عندهم ovulation اكثر من الناس العادية اكثر من النساء العادية يعني المرأة العادية بالمفروض انها تبيض بويضة واحدة او بويضتين في الشهر ولكنهما بجودة عالية اما المرأة اللي عندها مبايض متكيّسة للأسف بويضاتها مش طالحة للاستعمال نفس الشيء هذي كذاك عندها تختمة عندها دواء واذا ما قدرتش يعني اذا الدواء معطاش نتيجة فلازم تروحي مباشرة بدون مضيعة وقت تروحي للتلقح استناعي اوكي؟ اخر مرض كيك نتحدث لعليه بالنسبة للمرأة هو اقل وشوعا ولكنه موجود هو ما يسمى بالاختلال الهرموني منذ المراهقة الذي يؤدي الى ما يسمى بسن اليأس المبكر المرأة صغيرة عندها مثلا خمسة وعشرين او ستة وعشرين ولكن للأسف هذا المرأة ما عندهاش بويضات من دلائل على هذا المرض انه المرأة هذي كن عندها اختلال تام في دورتها شهرية واحيانا ممكن تبقى دورتها شهرية اربعة اشهر او خمسة اشهر ما تجيش يعني ما عندهاش دورة في هذه الاشهر والسبب في ذلك انه ما عندهاش بويضات بكل بساطة لم تبيض خلال هذه الفترة فكذلك هذه المرأة لازم تعالج بسرعة وتروح تشوف اندوك غينولوج اللي هو الطبيب الخاص بالهرمونات حتى ياتلها هرمونات اللازمة طيب اعطيتكم الحلول بالنسبة الاسباب البيولوجية سريعان الان اتحدث عن السبب النفسي نفسيا ساعيد واكرر ليس هناك اي سبب النفسي منع المرأة من الحمل الا اذا كانت هولهية كلها طاقتها كشخص لا تريد ان يكون لها اولاد تقولوا لي من هذا الذي يمكن ان يفكر بهذه الطريقة ونقول لكم نعم اذا عاشت هذه الطفلة هذه المرأة اذا عاشت هذه المرأة حالة من الرفض داخل العائلة لما كانت صغيرة من طرف امها او من طرف ابوها او من طرف اي فرد من العائلة وعاشت في وسط عائلة متوتر لما تكبر هذه البنت مش رح يكون عندها اي رغبة في ان تنجب ولكن لاحظوا كذاك هذا السبب في عنده حل مش سبب مطلق يعني مش نهائي الحل هو ماذا الحل هو انكم تعملوا تنظيف اولا تنظيف لطاقتكم من مشكلة الرفض اللي عانيتوا منها يعني تدخلوا في حالة حب مع نفسكم ومع الاخرين اكيد انه النساء لو اتدخلنا في علاقة روحية اكيد تشافاهم من هذا المشكلة لماذا لانه مجرد دخولك في علاقة روحية واحساسك بالحب الله مشروط اتجاه الاخر سيجالك تحبينا نفسك وتنسينا هذا المشكلة اما اذا ما حصرش انك دخلت في علاقة روحية او حبيت الحب روحي فالحل عندك هو ماذا هو التوكيدات الايجابية في كل يوم في كل يوم لمدة 21 يوم انا احب نفسي وانا احب الاطفال واريد ان يكون لي طفل او طفلة وتتصوري نفسك ام وتتصوري نفسك تقدمي الحب الامومي لبنتك او لابنك او ما شابه لمدة 21 يوم وانا اؤكد لك وابصم لك بالعشرة بعد 21 يوم ستمرنا مباشرة لنا المرحلة المقبلة انا وهي التخطيط التخطيط للانجاب انا متأكدة تحيتي لكم بالنسبة للناس اللي طرحوا لهذا السؤال واعتذر مرة اخرى عن التأخير طيب سؤال الثاني الان سؤال الثاني طرحه للعديد من المرات وانا اعرف ان هناك ملتحقين جدد في قناتي ما شفوش كل الاوديوهان لكن اهم اوديوهين ممكن يتساعدوكم هما الاوديوهين كان اوديو من ثلاث اجزاء اعتقد او من جزئين لا يكاد واذكر اليوم لكن هذا الاوديو سميته بروفايل اليين بروفايل مورفولوجي وذهني اعتقد عقلي واجتماعي وهناك اوديو اخر كذلك سميته اليين الطاقات اليين فهم اجتماعي واحد واثمين هذه الوديوهين ضروري 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 ان تسمعوهم تسمعوهم بقلب صافي ووعي حاضر اوكي مش بعقلكم لاني لا اريد العقل في العلاقات الروحية العقل مش مستحب وليس له اي مكان في العلاقات الروحية فقط عبروا عن حبكم باي طريقة كانت عبروا عن حالكم باي طريقة كانت كنوا عفويين كنوا صادقين مع الواحكم كنوا صادقين مع الاخر يعني انتي شوفي روحك انتي وش تحبي قبل ما تشوفي الاخر وش يحب اوكي طيب سؤالي هو كما يجب بماذا اجيبه توأمي الذي عاد البارحة وطلب مني ان نرتقي طيب منتي هذا الرجل لحظي هو بمجرد عنه تخلص من مشكلة لحظه اليين مثل ما قلتكم منذكر هو لما يرفض شخص اخر فلانه كان مرفوضا في السابق ولما يسكت على شخص فلانه سكت عنه في الماضي لما يسكت او يصمت فمعنى ذلك انه وصل الى درجة وين ما عادش يحب يحكي او من ما عادش باستطاعت انه يحكي خلاص انتهى الكلام بالنسبة لي العوائق كثيرة اهمها اهمها النفسية البلوك النفسي وثانيها البلوك الاجتماعي فاذا كلمك اذا كلمك توقمك بعد فترة غياب وصمت راديو وقالك كريد ان اراك فمعنى ذلك انه تغلب على البلوك الاول البلوك النفسي خلاص قضى عليه وإلا لن يكلمك لن يغامر ويكلمك لانه لما يكلمك فمعنى ذلك انك ستطلبين لقاء الممكنة فاذا يكلمك فمعنى ذلك انه تخلص من البلوك النفسي اولا حتى ما ترجعوش الى سواء كانت الطاقاليين هذه طاقة واعية او غير واعية لانه هناك طاقاتين واعية يعني هذا الرجل هو يعي انه يحبك ولكن ما عندوش الحل يعني حاول ولكنه موجودش الحل اذا كانت طاقايين واعية فانا انا انصحكم بالتعامل معه بواعي تعاملي معه بواعي على انه رجل واعي على انه رجل يعرف ما تتعامليش معه بخبث ما تتعامليش معه بحسابات بخطط اخرى لا ابدا كوني صافية وصفي النية لانه النية هي الفعل انتم افعالكم مية ماذا هي النواية التي ترسلونها الى الكون اذا كانت نيتك صافية وكنت فعلا تحبيه فقابليه بكل بساطة ما انت تحبيه يعني منطقيا الاجابة ستكون بنا انا نعرف انه اي شخصين يحبوا بعضهم البعض فاكيد رح يتقابلوا اكيد يعني بصورة منطقية مفيش حل اخر اخر طيب اذا كنت متعاس ببعض او داخلها في حالة تحزن او داخلها في حالة كره لنفسك وللعالم فانا انصح وكيبين لا ترين لماذا؟ لانك رح تنقليله عبر الاحتكاك المباشر الجسم للجسم رح تنقليله طاقة سوداء وهو مش ناقص طاقات ظلامية مثل ما تعرفوا الهين اصلا يعاني من طاقات الظلام ويعاني من طاقات السلبية فاذا التقى بي كنت سلبية معه ودخلتي في متاهاتك العقلية وحساباتك وخطتك وهو اصلا مش ناقص فرح تزيدي الوضع تعقدي الوضع فاذا الاجابة هي ما يلي اذا عاد توأمك بعد فترة غياب فهذا لانه قضى على البلوك النفسي اذا كنت في حالة جيدة جسميا ونفسيا وعقليا كان عقلك واضح وجسمك صحيح بدون امرار ونفسيا كنت سعيدة رحي قابليه كل بساطة قابليه ضمن الاطار اللي انتم رسمينه لبعضكم اصدقاء اصحاب لا ادي كما تحبوا اذا شفتي نفسك عكس الحالة اللي قد فكالها فبين الافضل ان تعتذري ولكن بلطف مع اعطائه موعد اخر يعني تقول له انا لست جاهزة لان نلتقي بك غدا ولكن ممكن نلتقيه مثلا يوم الاربعة اذا اكيد هنا عندك اجابتين مختلفتين اذا كان هذا الرجل عمل صحوة روحية نوعا من قوله نوعا من الصحوة فرح يتقبل الامر ورح يعطيك موعد اخر اما اذا كان مازال يعاني من رفض ومازال ما عملش اي صحوة روحية بحياته فانا انا اكدلك انه رح يغلق الخط ورح يدخل رح يدخل في حالة غضب ورح يسبك بالمقلوب انتشوفي حالة النفسية كيف تكون وتكلمي معه بما يتناصب مع حالتي النفسية طيب هذا بالنسبة للسؤال الاول كيف اتعامل معه؟ السؤال الثاني تعاملي معه تعاملي معه كشخص عادي مش كطفل صغير يحتاج إلى إعادة تأهيل أو إلى إعادة تربية أو إلى هناك كثير من السيدات يكتبوا لي أريد أن كذا وأريد أن كذا وأريد أن نعم تمشيش أموركم بعض الطريقة هو رجل سواء كان واعي أو غير واعي هو ما المفروض هو الرجل الذي تحبين فتعاملي تعاملي معه كذلك تعاملي معه على أن الرجل الذي تحبين فإذا كنت فعلا تحبين هذا الرجل فتتعاملينه بحب والحب بالنسبة لي معناه الصدق والعفوية بكل بساطة والتفاهم على جميع الأصعداء أنا بالنسبة لي هذا هو تفسيري تفسير الموضوع والصغير للحب الحب تبادل وعطاء وتفاهم على جميع المستويات فتعاملي إذن معه بهذه الطريقة أوكي؟ ولا تدخلوا العقل لأنه لاحظت في الكثير من تعليقاتكم سأفعل له كذا وسكذا وسكذا نعم الخطط هذه ما تمشيش في العلاقات الروحية تمشي في العلاقات العادية في زواجات الصالونات في الزواجات الكلاسيكية التقليدية لتمشي بالعشرة والحياة مع بعض ولكن ما تمشيش في العلاقات الروحية لأن كل ما ستخططون له وكل ما ستقررونه سيسقط أرضا يعني رح ياخذوا النهر نهر أرواحكم وأنا متأكدة من كل ما يقول فيه لأنه فيكم تقرروا في الليل سأقوموا بكذا وكذا وكذا وتفقوا الصباح على قراءة آخر لماذا؟ نذكركم لأن الروح ليس عليها كنترول أنتم تحبوا تعملوا كنترول نستطيع أن نتعلم الأرواح ليس عليها كنترول وإلا لخلدت الناس وكانت جميع الناس حية تحياتي لكم لكم مني كل الحب مع السلام